النهاردة الصور كانت حلوة تقولي الصور يا كريم صور المباراة أقولك طبعا صور المباراة كانت حلوة بس الصورة الأحلى النهاردة كانت قاني صورة صورة محمد صلاح وقف معسكر منتخب مصر صورة حلوة صورة جميلة صورة رائعة صورة تريح صورة ما فيهاش مشاكل صورة فيها كل حاجة حلوة محمد صلاح مع كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن وكل حاجة سليمة على فكرة عشان بس هتبع عارف خطاب ليفر بقول اللي بعت ليه الاتحاد المصري لكرة القدم اللي محمد صلاح هينضم المعسكر يوم 3 من الشهر 3 يونيو يوم الاجندة الدولية اليوم الرسم محمد صلاح جيه قبل الاجندة الدولية بيومين ده يقول ايه يقول انه صلاح يا جماعة مش بيتغرع المنتخب مش بيعت على على المنتخب معندوش مشاكل مع الكابتن حسام حسن وارد وارد يكون مثلا كان مدائي شوية مثلا من تحليل قبل كده لكابتن حسام الكابتن حسام كان مدائي منه مثلا حاجات بسيطة وخفيفة ويعني بص مش حكاية أصلا نقاط ندى دولها جميعا ونعمل عليها قصص وحكايات وكابتن حسام ما بيردش على التليفون وكابتن محمد صراح ما بيردش على التليفون لا محمد صراح مش يلعب مع حسام حسن ده الكبيرة بقى ايه خد الكبيرة بقى دي اكبر يعني حاجة قالت كانت مضحجة جدا قال لك صلاح قال لللاعبين المحترفين ما تروحوش المعسكر بتاع المنتخب عشان نوقع الكابتن حسام حسن ده اسمه انا ياسف والله ما باستخدمش الالفاظ دي بس مضطرة اقولها المرة دي بس ده اسمه فتي وده متقيل كمان يعني ما فيش يالا أكتر لاعب شارك مع المنتخب وأكتر واحد سجل وأكتر واحد شاركة في صناعة الاهداف هو محمد صلاح في العشر اتنشر سنة اللي فاته فأكيد أكيد ما ينفعش رعب في وطنية وإخلاص محمد صلاح لمنتخب مصر تعالي بقى على حسام حسن فده الهدف التاريخي ده الاسم الأكبر ده المهاجم الأبرز ده الأسطورة مين في الطرفين ممكن يبدي نفسه عن مصلحة منتخب مصر بقى اي منطق انا بقوله الكلام دوت مش بعد الصور انا بقوله من اول يوم بس النهارده بقى ايه عايزة اقول انا صح مش انا الوحدي في ناس كثيرة كيب بتفكر بنفس الطريقة ناس قاية كلام منطقي يعني بس النهارده خلاص خلصنا الحكاية يالله يا صلاح يالله يا كابتن حسام يالله يا ابو منتخب مصر ودونا كاس العالم مواصقين فيكم وكلهم الحمد لله عندنا اساطير في الكرة المصرية نحترمهم ونقدرهم وندعمهم ونساندهم ان شاء الله يعني طيب زي ما قلت لكم باذن الله باذن الله متفائل جدا ان شاء الله باذن الله المباراتين اللي جايين قدام بورتينا قدام غينيا بساو نعديهم نحط رجل باذن الله في كاس العالم طيب ترجمة نانسي قنقر